وبعدين نصل بعد كده للكارثة العالمية الضخمة بعد حوالي 1600 سنة من الخليقة آدم حدث أن شر الإنسان زاد على الأرض والرب قرر أنه لازم يمحوا هذه المجموعة من البشر والكائنات مع أنه عطاهم فرصة سماح طويلة للتوبة لكنهم لم يتوبوا لكن الله لما هيغرق العالم هيغرقه بطوفان عالمي بمياه من السماء ومياه من الأرض والتوفان قعد 371 يوم ما كانش فترة صغيرة وأثر على طبقات الأرض وتكوين الجبال وأثر على الحفريات اللي بنجدها وديها ندرسها إن شاء الله بالتفصيل وقشرة الأرض بالكامل وتكسير القارات دي كلها حاجات في منتهى الأهمية أنه نفهمها لكن الشيء الجميل أنه برغم عقوبة الله الصادقة كان هناك الحل كان هناك الفلك يعني قبل الفلك إنه نوح يعني مش أقل من مئة سنة مكتوب كارز للبر يعني تخيل إنه مئة سنة عم بيكرز للناس إنه تتوب وترجع وعم بيشوفوا الفلك أمامهم عم بيبنى وفي النتيجة برضو رفضوا كلام نوح رفضوا كلام الرب وأخيرا طبعا جاء العقاب وأغلق الباب أغلق الباب بالزبط نعم ففي عقوبة الله وهي عقوبة عادلة بالمناسبة نحن دائما نكلم عن الله المحبة لكن الله إليها عادل كمان نعم وصفاته كلها مية في المية فمش المحبة مية في المية والعدل تسعين في المية فالمحبة تسيطر على العدل لا كل حاجة لازم تكون متساوية وعلى القمة علشان كده لأنه الله وصف يعني كل تصور يعني حتى الفكر من جوه كله فسد بالزبط واتلوث من كل النواحي يعني جسد أنه نفسا وروحا كأنه خلاص ما عادش فيه توبة للإنسان رفض لدرجة أنه خلاص ما هو رافض يعني وشاف كل ده بدأ بحقا قال الله شوف التسلسل بقى بتاع الشر إزاي بيزيد لما الشك ده ما يتعالجش ولما نحن نرفض أقوال الله بتكون دي نتيجة فكان في حل وهو الفلك وده بيمثل الرب يسوع وهنشوف ده بعد كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر